يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات هل يقبل الله العبادة والتوبة من الذليل وكيف ينظر الله إليه في الدنيا والآخرة يقبل الله تبارك وتعالى التوبة من كل ثائب من ذنب إذا صدقت التوبة وتمت شروطها الخمسة وهي الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل له على توبته الإخلاص لله فقط لا طلب دنيا أو ما والثاني النجم على ما وقع منه من الذنب لأن النجم دليل على صدق التوبة والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال ومنه أداء الحقوق إلى ذوي الحقوق إذا كانت الحقوق للأدميين والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقتها وذلك قبل طلو الشمس من مغربها على وجه العموم وقبل أن يحضر أجل الإنسان على وجه الخصوص ولهذا قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملوا السياتي حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبتل أه فإذا تمت هذه الشروط في التوبة فإن الله تعالى يقبلها مهما عظم الذنب قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الله الرحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم